مع حضرتكم مرة تانية وإحنا بنتكلم على تجددات خاصة بالنادي الأهلي اللي اللعبين وتمديد عقود شفنا موقف نادي الأهلي من حسام عشور كلام كتير وقراء كتير من الجماهير وقراء كتير من محبي حسام واللي شايفين مصلحة النادي فوق كل شيء كل الأمور دي موجودة في الحسبان قدرة النادي الأهلي لما سنتين جددت يعني أنا هتكلم في جزئي مهمة جداً جددت لحسام عشور وجددت له لمدة سلاتين وده كان واضح جداً إن التجديد كان تكريم بشكل كبير لحسام عشور لإنما نجي نبص على مدار السنتين حسام عشور لعب كم مباراة يعني دي كانت نقطة لازم كل جماهير اللي ممكن تكون معترضاً إن حسام عشور بره النادي الأهلي أو هيبقى بره النادي الأهلي لازم كانت تبص للمرحلة اللي فاتت مرحلة عشور داخل النادي الأهلي واللعب قد إيه واشتغل قد إيه داخل الملعب وأيضاً لازم تبص للجهاز الفني اللي موجود في الوقت الحالي رؤيته إيه للمرحلة المستقبلية وأيضاً مجلس إصدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط رؤيتهم إيه للجزء المستقبلية للنادي والفريق النادي الأهلي حسام محدش ينكر أبداً إنه هو واحد من نجوم النادي الأهلي اللي حصلوا على بطولات كتير جداً 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 مع النادي الأهلي تعتبر إنها من إنجازات هذا اللاعب إنه ممكن محدش يقدر يحصله لكن في الأول في الآخر فيه مصلحة نادي ومصلحة كيان تكريم اللاعب أو أن أنت تبقى يعني بتقيمه بشكل مميز جداً أعتقد إن النادي الأهلي لما قعد مع حسام عشور وابتدى يتكلم معاه في جزئية إنه خلاص الوضع الوقت الحالي هو الاستفادة بناس تانية ولكن أنت كنجم من نجوم النادي الأهلي لك كل التقدير والاحترام في جزئية إن أنت هيتعملك مباراة اعتزال أيضاً وجودك في قناة النادي الأهلي ووجودك أيضاً بعد كده في كل أو تحمل نفقات خاصة بتعليمك أو تدريبك في جزئية التدريب وجزئية اللاينسس بتاعت التدريب ده كان شيء مهم جداً أنا شايف النادي الأهلي تعامل معها بشكل مواز على الجنب الآخر حسام يمكن رفضه للاعتزال ورفضه للتوقف عن لعب كرة القدم حطه ما بين نارين وجوده بشكل ممكن يكون تدريبي وإداري داخل النادي الأهلي ووجوده وحبه لكرة القدم أنه يكمل مشوار مع النادي الأهلي كل الاتنين أو الاتنين كل واحد بيبص للمصلحة لكن حسام بيبص للمصلحته وفي نفس الوقت نحى التاني النادي الأهلي بيبص للمصلحة العامة ومصلحة الفريق خليل أروح لواحد من نجوم النادي الأهلي في وقت من الوقات كان نجم من نجوم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطن ودايماً بيشيد بكابتن حسام عشور وهو اللي اكتشف كابتن حسام عشور فكرة التوقف عن اللعب ومقارنة النادي أو تقييم النادي لهذا اللعب في وقت معين والآن بيختلف التقييم أو مش بيختلف التقييم لا يعني التقييمه كبير ولكن في نفس الوقت النادي بيعتزر أو بيقول لحسام أن أنت الفترة جاء معنا ولكن بشكل مختلف كابتن